اذا عدد صوت العرب من امريكا تقدم لكم جولة في شتى جوانب الطبيعة الغريبة في العالم ننقل لكم الاخبار والقصص الغريبة والطريفة في عالم الدهشة من خلال هذا البرنامج الطبيعة الغريبة مرحبا اهلا وسهلا بكم في متابعة اللقاء جديد من الطبيعة الغريبة لا يكون حيوان المنك الامريكي او سمكة الاسد او النمل الارجلتيني من بين الحيوانات المعروفة للكثيرين وربما مستمعين الكثير منكم يسمع بهذه الاسماء لأول مرة لكن خبراء في البيئة توصلوا مؤخرا الى التأكيد على ضرورة دراسة هذه الانواع التي فيها مخاطر على البيئة الدراسة نشرت في الحقيقة مستمعينة في مجلة علوم البيئة التطبيقية التي وضعت نهجا جديدا تؤكد فيه على ضرورة دراسة هذه الانواع وتقييم درجة خطورتها حيث يقول باحثون ان هناك حاجة اكيدة وملحة الى اعادة تقييم اكثر من 200 نوع بحلول عام 2020 يشتبه بانها قد تدمر الانواع المحلية او النظام البيئي في اوروبا واليكم مستمعين بعض من هذه الحيوانات والنباتات منها المنك الامريكي وجد هذا الحيوان مؤخرا في نحو 20 بلدا اوروبيا هرب من مزارع انتاج الصوف وبني له بيوت في عدة مواقع وهو يتغذى على الطيور والثاديات الصغيرة يعد احد اسباب انقراض فأر الحقل في الاماكن القريبة من المياه في امريكا وفقدان المستعمرات المهمة من الطيور البحرية على سحل اسكتلندا ايضا نبتة الاكاسيا وهي شجرة صغيرة اوراقها خضراء ازهارها صفراء تنمو في الاصل في استراليا ادخلت الى ايطاليا في الخمسينيات تجد على شواطئ البحر الابيض المتوسط وباتت تشكل تهديدا للانواع الاصلية في هذه المنطقة ايضا جوز البحر وهو كائن بحري يشبه قنديل البحر غزى البحر الاسود صدفة وانتشر في شرق البحر الابيض المتوسط وكان لغزوه البحر الاسود نتائج فادحة على النظام البيئي وهناك وعلى تكاثر الاسماك ايضا سمكة الاسد سمكة سامة موطنها الاصلي الهند وغرب المحيط الهادي صنفت كسمكة غازية في امريكا تفترس الاسماك الملونة توجد الان في قبرص مع احتمال امتداد انتشارها لاماكن ابعد ايضا مستمعين النمل الارجولتيني يعد من اخطر انواع النمل في العالم انتشر في جميع انحاء العالم في المناطق ذات المناخ المتوسط كنتيجة لبعض الممارسات البشرية وجده في العديد من البلدان الاوروبية وهو قادر على القضاء على مستعمرات انواع اخرى من النامل وتدمير واكل انواع حشرات اخرى ودود الارض هذه كانت رحلتنا لليوم من الطبيعة الغريبة الى اللقاء في حصص قادمة مع احلى تحيات ايمان واللقاء متواصل مع ليلى اشتركوا في القناة